ما حكم صدقة الفطر وهل يلزم فيها النصاب وهل الأنواع التي تخرج محددة وإن كانت كذلك فما هي وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة وأيضا العمالة المنزلية بالنسبة لزكاة الفطر بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأنها فرط كما جاء في حديثه من عباس رضي الله عنهما قال فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فرض علينا المقصود أنها فرض واجب على المسلم الصغير والكبير وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وأيضا طعمة للمساكين كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديثه ابن عباس ولذلك هذه الزكاة تخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى كل هذه يخرجها المسلم كل من يعول فإنه يجب أن يخرج الزكاة عنهم أما ما يتعلق بالخدم فإن الخادم الأصل أن يخرج الزكاة عن نفسه ولكنه إذا أراد أن يخرج الزكاة عن خدمه فلا حرج في ذلك ولكن عليه أن يستأذن أولا يستأذن منهم في إخراج زكاة الفطر فإذا أذنوا له فيخرج عنهم زكاة الفطر وزكاة الفطر تقدر بالصاع كما بيّن ذلك ما جاء في أيضا حديث أبي سعيد الخذري رضي الله عنه عندما قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام صاعا من شعير صاعا من بر صاعا من زبيب فكان يبين رضي الله عنه أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرجون إما صاعا من طعام أو صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب المقصود أنه عندما قال صاعا من طعام المقصود بذلك هو الطعام الذي يؤكل في البلد وقد كان ما ذكره رضي الله عنه هو ما كان يؤكل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوت البلد ولذلك الضابط في ما يتعلق بصدقة الفطر هو القوت الذي يؤكل في هذا البلد إذا كانوا يأكلون الرز فيخرجون الأرز إذا كانوا يأكلون أيضا الزبيب أو يأكلون التامر أو على حسب فيخرج ما يقتات منه البلد وهو طعامهم وما يعد طعاما في هذا البلد فنحن في هذا الزمن ربما يكون الأرز أو كذلك أيضا التامر أو غيره ويخرج صاعا كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولكن اختلفوا في مقدار الصاع الصاع هو حجم وما قدر به هو بالكلوات ولذلك يختلف صاع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد وضع فيه الأرز ويختلف لو وضع فيه التامر ويختلف أيضا لو وضع فيه الزبيب بالنسبة للوزن ولذلك قدروا الأرز تقريبا بثلاث كيلوات ويختلف أيضا وزن التامر وأيضا الأوزان الأخرى من الأطعمة المقصود أنه يقاس بصاع النبي عليه الصلاة والسلام على حسب حجمه ولذلك قدر أيضا بالكلوات لكي يكون أضبط للناس ربما الناس لا يستطيعون أن يحصلوا على هذا الصاع والآن بدأ أيضا هناك ترتيب فيما يتعلق في وزن الأطعمة التي يمكن أن يخرج الزكاة زكاة الفطر منها مثل الزبيب ومثل التامر كذلك التامر يختلف أنواع التامر ربما يكون هناك تامر أثقل من الآخر ولذلك أيضا ينظر في بعض المنشورات من الجهات الرسمية التي تحدد مقدار الزكاة الفطر من هذه الأطعمة سواء من التامر أو من الأرز أو من غيرها فينظر في مثل هذه الأوزان ويخرج ولذلك لو أخرج ثلاث كيلوات فإنه قد احتاط في هذه العبادة في أي نوع من أنواع هذه الأطعمة لو أنه أخرج ثلاث كيلوات فإنه يكون قد أخرج زكاة الفطر ما يجب عليه وربما أزود من ذلك ولذلك عندما أوزن الأرز وجد اختلاف كبير فيه بعض أهل العلم يرى أنه ثلاث كيلوات وبعضهم يرى أنه كيلوين تقريبا أو كيلوين ومئة كرام وهكذا في اختلاف وهذا يعتمد على نوعية حتى الأرز فتختلف الأوزان في هذه الأطعمة ولذلك على المسلم أن يتحرى في مثل هذه العبادة لو وضع شيئا أحوط في عبادته في إخراج زكاة الفضل فيكون هذا أفضل